قائمة المنتخب اللي جاية لما عسكر دبي ممكن نشوف فيها أسماء أول مرة تشارك مع منتخب مصر خلينا أقول الكريم إن كابتن حسام حطت فعلا أسماء جديدة يعني مثلا لو اتكلمنا في حرص المرمى حطت محمد بساء لو اتكلمنا في خط الدفاع حطت كلوشا اللي هو مدافع أمبي ومعام حسام عبد مجيد لو اتكلمنا في خط النص حطت نبيل دونجا وطبعا هيرجع حسين الشحات فهو حطت أسماء جديدة ولكن هو خايفي خاطر دي أول بطولة ليه خايف إن هو يضم بعض الأسماء الجديدة ما تندمجش أو ما يحصلش انسجام مع لعبة المنتخب بشكل كبير خلال الفترة دي وبالتالي ده هلقى انتقاضات بقى من الجماهير دي أول بطولة يخسر من نيوزلندا ما يلعبش في النهائي فكاتن حسام مش عايز ده لكن هنلاقي عنصر أو اتنين على الأقل في قائمة منتخب مصر الجديدة ومش هتخرج عن الإسماء اللي أنا قلتها لك مناسبة كمان محاطة أمين أفا المهاجم بتاع أمبي برضو ضمن القائمة وعمر الساعة كمان لعب الإسماعيل وعمر الساعة لعب الإسماعيل ودائما هو الكابتن حسام من نوايات المدربين اللي عندها قناعات ببعض اللعيبة ودي بتخليه يعني مثلا عنده قناعة تمة جدا برمضان صبح يعني رمضان صبح لو زق شوية مع برمضان صغير لعب رمضان صبح هيبقى موجود في القائمة الأساسية موكري موجود أصلا في القائمة اللي جاي هو في القائمة المبدائية لكن زي ما أنا بقوله الكريم هو خايفي خاطر في الحتة دي وقايمة في النهاية هتعلن بعد ماتش الأهلي والزمالك اللي هو يوم الجمعة لكن فيه العيبة حساس الشحاد خلاص هيكون موجود نسبة كبيرة في قايمة المنتخب اللي جاي لكن الكابتن حسام دايما بيفجئنا دايما هنلاقيه بيكتشف العيبة جديدة ودايما هو عايز ينزل بمتوسط الأعمار مش هنلاقي العيبة كبيرة في السن داخل المنتخب إلا باستثناء عنصر اثنين تلاتة بالكتير اللي هما بيدوا تقل الملعب عندهم خبرة يقدروا أنه هما يتحكموا في رتم المباريات زي ما بيقولوا ولكن في النهاية هنشوف طبعا مفاجآت اسم أو اسمين في قايمة المنتخب اللي جاي ومش تخرج على اسمين أو اسمين